وتعبيرا عن خصوصية هذه المناسبة فقد تم إضاءة مبنى وزارة الخارجية بكلمات مصر وروسيا 80 عاما كما تم إضاءة برج الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة موسكو الذي يعد من أطول الأبراج في القارة الأوروبية وتشهد الاحتفالات بين البلدين بهذه المناسبة الخاصة التي تثمر على مدار عام كامل تشمل تنظيم عدد من الفعليات والبرامج المشتركة التي تستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية الروسية